موسيقى نعرفوا بأنها كانت مسؤولية كبيرة تابعانا خلال أربع سنوات المقبلة إن شاء الله من سيار العصبة ديال الجهات فاسمكناس وهذا كنا نشعروا به كعضاء المكتب اللي كانوا من خارطين مع عبدالربي كوكيل لائحة محمد جاليلي أنهم عارفين على العسق ديالهم ما شي هو يوم الجمعة بل على العسق ديالهم أنهم هناك أربع سنوات من السيار ونتمنون أن نكونوا عند حصن الضلم ديال الجامع الأندية والجمعيات والجامعة الملكية المغربية لقرة القدم في تسيير شأننا الرياضي ديال الكرة القدم بالجهة السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لقرة القدم السيد فوزي القجاع أنه يشغل على مشاريع اللي هي واضحة المعاليم وليك تخدم الصالح ديال الكرة القدم فهو وعدنا على أساس أنه غيوكبنا في جميع المشاريع ديال العصبة اللي كتخدم الصالح ديال الكرة القدم والصالح ديال الجهة ككل وفي الجميع الأقاليم وفي الجميع المناطق اللي هي فعلا أن نظرنا مجموعة من الأقاليم ويشغوفة بكرة القدم ما علينا إلا أن نمدلوا ميد المساعدة وجامعة الملكية المغربية أنها غادي تواكبنا خلال أربع سنوات وضروري موضع مشروع واضح خلال تكوين ديال الحكام والمدربين والأطار المسيرة الأندية نكتب عمون من مناء المال ومن المجموعة ومن الإداريين ونكونوا عند حصن الضن كما تنقل دائما للأندياء والجمعية الرياضية اللي غادي تكون من ضاوية تحت لواء هذه الجهة هذه هي جهة فاسم كناس اللي كتزخار بمجموعة من الأطار ومن المسيرين ما علينا إلا لكون واحد نسيجام له هو قوي وندفعه بكرة القدم فالجهة بإذن الله أجلنا نتحدثوا على عصبات مكناسة فلالت فهي ما كانت تأخر ديالها في المجال الرياضي بعكس أنها كانت متقدمة بحيث أنهم صعدوا مجموعة من الأندية مثل الدفاع الحمرية مثل نادي آزرو ونادي إيفران لحققوا نتائج طيبة وأنهم كانوا يتنافسوا على الصعود الأقصام العليا والذي كان يحز في النفس هو النادي المكناسي اللي هو النادي الأم وهو النادي الأم ديال هذه الجهة مثل المغرب الفاسي ويدات فاس مجموعة من الأندية لسابعة الجهة دبا حاليا للعصبة الجديدة لها جهة فاس مكناس نتمنى العودة السريعة على النادي المكناسي ونحن كعصبة وكم كمكتب ديال العصبة نحن فتحين يدينا أي حاجة اللي يمكننا أننا ندعم فيها النادي ديالنا اللي هو النادي المكناسي إلا وغادي نلقاونا احنا الصباقين ونحن اللي غادي ندفعوا معاهم بذلك القاطرة لأنهم هما اللي غادي يشرفونا ويشرفوها للجهة لأننا نتمنى في العهد ديالنا أننا نشوفو النادي المكناسي وجميع الأندية اللي مضاوية تحت هذا الجهة الجهة فاس مكناس أنهم يرقاوا ويوصلوا للمراسيب العلية اشتركوا في القناة